العراق اللي حارب نياذة عن العالم كل عصابات الشر من الغريب أن يوصفونا ضمن الدول اللي تشكل خطر على الاتحاد الأوروبي بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة باللي ما بعد وضع العراق بخانة اليك وطبعاً هاي المشكلة يترتب عليها هواية أمور منها أنه الاستثمار لم لم غراضة وش رد والمستثمرين واحدهم مزدوم وتقول بحق الألغام لأن لا يقدر يحول أمواله ولا يقترض ولا يحل ولا يربط إذا راح ينبني للبلد ونظرة الدول الأوروبية للعراق تتلخص بأنه راعي للإرهاب وممول لجماعات الإرهابية لهم أجموعة فاسدة يغسلون أموالهم بنهر دجلة بل كي يصيراً حلال هذا اللي صار من 2020 والحد أيام قليلة لأن الجهد الدبلوماسي العراقي تحرك بشكل فاعل حتى يغير هذا التصنيف فعلاً أعلنت الحكومة العراقية خروج العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجالي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه الجهود الكبيرة يقابلها على أرض الواقع ضمانات فعلية وحقيقية للقضاء نهائياً على الظاهرتين هاي إذا كانت عدنا أصلاً ترجمة نانسي قنقر